اشتركوا في القناة لم اكن ابالي كثيرا بكرة القدم حتى جاءت هذه المرة ممزوجة بشعور ديني وطني حرك مشاعرنا وغزى قلوبنا وقد لعيبت دور في كل ذلك اطراف اهمها اولا كون هذه الكأس من تنظيم دولة قطر الشقيقة حيث حاربت الفساد الخلقية ما استطاعت فمنعت الخمورة في اماكن معينة وحاربت مظاهر الشدود الجنسي وعزة الإسلام بإشهار الأداني والقرآن والصلاة وسمحت للدعاة بنشر رسالتهم تانيا كون المنتخب المغربي وعلى رأسه المدرب يسجد شكرا لله على نعمة الانتصار ويبشر ببر الوالدين ولا سيما الأم ويعتمد على الله ويجدد التقة فيه ومن اعتمد على الله كفاه تالتا كوننا جميعا في حاجة إلى فرحة تبعث أملنا فبعد محن وباء كورونا والجفاف وغلاء الأسعار أصبحنا في أمس الحاجة إلى شيء يوحد الشعور الوطنية والعربية والإسلامية أملا في تعاون وتآذر يمسحان دموعنا ويربتان على أكتفنا ويعيدانا إلى جذورنا وأخلاقنا وديننا وتفقى الساحرة المستديرة مجرد لعبة وإذا استطاعت أن تحي فينا الاعتزاز بأنفسنا واحترام مقدساتنا وتوحيد مشاعرنا فمرحبا بها لتكون من ضمن وسائل التنمية التي تقوّل اعتزاز بالدات وحب الوطن والله العظيم الذي خلقنا لنعبده ونلجأ إليه نسأل أن يوفقنا في مسيرتنا وأن يعيننا على الرجوع إلى دينه ونهجه وأن يزيدنا من فضله وأن يجعلنا من حزبه وأن يوفق المسلمين جميعا إلى ما فيه مرضاته وصلى الله وسلم وباركة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين